إلينا في الستوديو المحاضر في جامعة بيرزيت وأحد صائغي ميثاق الشرف الدكتور فتحي سروجي أهلا بك دكتور فتحي أهلا بك إذن كيف توصلتم إلى فكرة صياغة مثل هذا الميثاق الميثاق انبثك من أولا الوحدة الوطنية والتركيز على الوحدة الوطنية من باب واعتصموا جميعا بحبل الله ولا تفرقوا لمسنا بعض الصدع والمشاكل بمخيم طول كلم سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة أهم هذه المشاكل كان الاتجار بالمخدرات والمسكرات والتعاطي وللأسف هذا التعاطي بدأ ينتقل للأطفال من الشباب للأطفال صغار السن نحن لا نجلد الذات نعم وإنما نضع النقاط على الحروف نعم لتجنب تفاقم الأمور مئة بالمئة المشاكل ليست حكر على مخيم طول كلم مثل هذه المشاكل موجودة فلسطينيا بمخيمات أخرى بالقرى حتى ببعض المدن موجودة عربيا موجودة إسلاميا وموجودة عالميا لكن بدول عالم المتقدمة في نوع من الضبط يعني حتى السجائر الدخان لا تباع للأطفال تحت سن 18 ما بالك به المسكرات والمخدرات وما إلى ذلك اتفقنا مجموعة من الإخوان باجتماع مصغر أولا يضم حوالي عشر أفراد بالحديث عن المشكلة وصياغة ميثاق أسمنا ميثاق شرف مخيم طول كلم على ماذا ينص هذا الميثاق؟ قبل الحديث عن النص أود أن أشير إلى أن الميثاق ينص أولا هدفه الرئيسي هو تحقيق السلم الأهلي من خلال مجلس بالمخيم يسمى مجلس أمناء المخيم هذا المجلس يضم جميع العشائر والحمائل الموجودة بالمخيم إلى جانب التنظيمات والفصائل الفلسطينية المختلفة المؤسسات الشعبية المؤسسات التطوعية حتى الجمعيات التعاونية والخيرية سيكون لها تمثيل بهذا الميثاق الميثاق ينص على كثير من الأمور لتحسين الواقع الواقع الذي يعيشه مخيم طول كلم وتعيشه عديد من المخيمات الأخرى أولا التركيز على دور الأسرة دور الأسرة الأسرة النووية هو الأساس دور الأب دور الأم بتربية الأطفال دور مؤسسات المجتمع المحلي سواء كنا نتحدث عن المجتمع الأهلي المجتمع المدني المجتمع الرسمي نتحدث عن محاضرات محاضرات دينية محاضرات ثقافية محاضرات تعليمية كلها تصب بمثل هذا المجال نتحدث عن ورشات عمل تعقد بـ المخيم وحتى المدينة مدينة طول كلم للحديث عن مثل هذه الأمور وكيفية التخلص منها نتحدث عن دور الأسرة بإقناع أبنائها المتعاطين أو المتاجرين بمثل هذه المواد السام إذا لم يستطيعوا إقناعهم أن يرفع الغطاء عنهم ما يسمى بالعرف العشائري التشميس لتقوم الحكومة بدورها وهذا بمجملية درجة تحت إطار القانون ومحاسبة على القانون تحت إطار القانون والمحاسبة القانونية نحن دورنا فقط للتخطيط هو وضع بعض السياسات المدبئية وهل بدأ فعليا تطبيق هذا المثاب فيها المخيم؟ سيبدأ حالا عند تشكيل المجلس المجلس أمناء المخيم نتمنى التطبيق سريعا لأن نجاح هذا الميثاق هو نجاح ليس فقط المخيم نجاح للمحافظة محافظة طول كرم نجاح على مستوى الوطن جميع ونرجو أن يكون هذا الميثاق وهذا المجلس أنموذج يتبع في المخيمات الأخرى في القرى الأخرى في المدن الأخرى حتى بالدول الأخرى على أساس أن نصل إلى حل مثل هذه المشاكل التي تفتك بالمجتمع أحيانا ممكن أن يصل الأمر إلى عمليات قتل وبالتالي لتجنبها يكون هناك غطاء في الأول للنصيحة ثم ترك القانون لأخذ مجرى أمام هؤلاء الأشخاص شكرا جزيلا لك المحاضر في جامعة بيرزيت واحد صائغي مثاق الشرف الأهلي في مخيمة طول كرم فتح سروجي شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة